بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشابتر الخامس بعنوان لفريكشن في جزئه الرابع وإن شاء الله في هذا الجزء رح نشوف مع بعض مثال ثاني نفهم به أفضل نظرية الدراي فريكشن طبعا هنا عندي الموفبل براكت هذه هي الموفبل براكت shown may be placed at any height of 3 inch diameter pipe طبعا هنا موجودة على pipe الديامتر متاعها بيساوي 3 inch if the coefficient of friction between the pipe and the bracket يعني هنا رح يصير فيه احتكاك between the bracket and the pipe الcoefficient of friction هذا بيساوي 0.25 إيش المطلوب determine the minimum distance x من هنا إلى هنا إيش هي الميليموم distance x at which the load can be supported by the way يعني بتقدر البراكت تتحمل القوة w and neglect the white of the bracket يعني وزن البراكت هذا تم تجاهله بناخذ بعين الاعتبار بس الفورس w المطبقة في النقطة هذه على مسافة x وهدفنا هنا أن نجيب هنا الـ x كم تساوي عشان نحل المسألة هذه لازم نفهم أنه when w is placed at a minimum x the bracket is about to slip and friction forces in upper and lower color are at maximum value يعني لما بتكون الـ x maximum بالنسبة إلي الـ forces in upper and lower colors هذم هم الـ colors الـ upper and down are at maximum value بتكون الفريكشن فيهم كبير يعني بتكون ردة الفعل أيضا كبيرة apply conditions of static equilibrium يعني طبعا إحنا هنا رح نكتب conditions of static equilibrium يعني عندي مجموع الفورس باتجاه الـ x بتساوي صفر ومجموع الفورس باتجاه الـ y بتساوي صفر ومجموع المومنت حول النقطة بتاع الـ color a أو b upper or lower a أو b بتساوي صفر هذنبدأ بالجزء الأول من الحل طبعا هنا when w is placed at a minimum x the bracket is about to slip and friction forces in upper and lower colors هذنب الـ color are at maximum value رح أحسب أول شي هنا لـ friction forces f a و f b هات نحلل الوضعية من الأول لو أنا عندي هنا الـ rod و هنا عندي الـ color وطبقت force هنا لو طبقت الفورسة f هنا إيش رح يصير هنا رح يتكون فيه ردد فعل na f a و هنا أيضا فيه friction f a و نفس الشي هنا طالما بنفعل الفورسة هذي رح يدفع الـ rod هذا نحو الداخل فبالتالي رح تتكون ردد فعل n b هنا و هنا رح يتكون فيه force of friction أو قوة احتكاك f b طبعا هنا رح نعيد رسمهم بطريقة أوضح زي ما تشوفوا هنا عندي قوة w و عندي friction force f b و friction force f a و na ردد فعل في النقطة a و هنا في النقطة b ردد فعل n b عشان أحسب f a و f b بتساوي mu s n a وال f b بتساوي mu s n b هذه العلاقة بين f a وال n a وهذه العلاقة بين f b وال n b اكتب الآن المعادلة الاولى بالنسبة للتوازن مجموعة الفورسة باتجاه ال x بتساوي 0 ايش هي القوة اللي عندي باتجاه ال x طبعا لو افترضت انه هذا هو المحور y ال positive وهذا هو المحور x ال positive طبعا بالنسبة لل n a هي عكس x رح تكون سالب n a وبالنسبة ال n b رح تكون موجب لأنها في نفس اتجاه ال x ومن خلال المعادلة هذه اتوصل الى انه n b بتساوي n a مجموعة الفورسة باتجاه ال y طبعا هنا رح اهتم بس بالقوة اللي موجودة في اتجاه ال y وهنا اهتم بس بال f a موجب ال f b موجب وسالب w زي ما تشوفوا هنا كله بساوي سفر عشان التوازن اعوذ f a بسفر 25 n a وعوذ f b بسفر 25 n b سالب w المعادلة هذه لو حليتها رح اجد انه n a بتساوي n b بتساوي 2 w مع العلم انه n b بتساوي n a هذه توصلنا لها من المعادلة الاولى الان مجموع moment حول النقطة b مع العلم انه الدوران عكس عقار بالساعة هو يعطينا moment موجب حول النقطة b وتقدر ايضا تشتغل حول النقطة a لكن احنا هنا رح ناخذ حول النقطة b moment رح يرغي طبعا الفورس n b والفورس f b بالنسبة لل w هذه المسافة بينها وبين النقطة b هي المسافة من هنا هنا يعني x ناقص نصف القطر بالنسبة للسيلندر اللي هنا فبالتالي لو هذه بتساوي 1.5 اللي هي نصف الثلاثة انش الدياميتر اللي بيساوي ثلاثة انش نصف ها 1.5 لو شلت من ال x 1.5 المتبقية من الوزن نقطة تطبيق الوزن w الى النقطة b طبعا هذه بتساوي x minus 1.5 انش هذه هي المسافة x ناقص 1.5 ضرب w طبعا هي بتدور مع عقار بالساعة فالإشارة بتكون سالبة بعدين امر لل fa تبتعد على النقطة b من هنا الهين بقيمة الدياميتر اللي هو ثلاثة انش وايضا بتدور مع عقار بالساعة فالإشارة سالبة زي ما تشوفوا هنا الان اي اللي متبقية هنا طبعا رح تدور ضد عقار بالساعة فالإشارة موجبة هنا وضار بال distance من هنا الى هنا اللي هي بتساوي 6 انش هذه هي المعادلة الثالثة طبعا هنا بالنسبة للمعادلة هذه رح اختصرها عشان اتوصل في الآخر الى انه 6 ضارب 2W минus 05 70 ضارب 2W минus W ضارب X минus 1.5 اختزل هنا بالW رح اتوصل طبعا اذا حليت المعادلة هذه بالنسبة لX هو المجهول الوحيد لو حليتها بجد X بتساوي 12 انش شكرا على الانتباه اشتركوا في القناة